كيف هي الأوضاع اليوم؟ الأمس كان هناك ربما تسجيل لبعض الخروقات من قبل الجانب الإسرائيلي اليوم في ظل إعلان أيضا تمديد اليوم إضافي كيف هي الأجواء بشكل عام؟ نعم الأجواء كان هناك بعض الخروقات الإسرائيلية فيما يتعلق بإطلاق الرصاص والقدائف من الزوارق الحربية الإسرائيلية أيضا إطلاق الرصاص شرق خانيونس وشرق رفح في الأيام الماضية أيضا كانت هناك خروقات بإطلاق الرصاص على المواطنين في بيت حنون كان هناك إصابات ولكن هذه الخروقات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لا تؤثر على الهدنة الإنسانية المؤقتة هذه الهدنة ما زالت متماسكة حتى اللحظة هناك أيضا اتصالات من قبل الوسيط القطري والمصري من أجل الضغط على إسرائيل والجيش الإسرائيلي بعدم تكرار هذه الخروقات ولكن حتى هذه اللحظة الهدنة متماسكة وهذا يعكس تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة نحن نقف هنا على معبر رفح ونرصد المشهد بشكل مركز حول دخول وتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سوف أترك الكاميرا تنقل لك الصورة إلى حد ما يجري هنا على المعبر هذه الشاحنات الآن هي في انتظار الدخول إلى الجانب المصري لتحميلها بالمساعدات الإنسانية والإغاثية وأيضا المياه الصالحة للشرب وحليب الأطفال وغيرها من المساعدات الطبية بالإضافة إلى أن شاحنات الوقود وأيضا غاز الطهي دخلت في الساعات الماضية إلى قطاع غزة بواقع ثلاث شاحنات وقود أربع شاحنات من غاز الطهي على الرغم من ساعات المساء ما زالت الحركة مستمرة حركة نشطة للشاحنات ونحن في اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة ما زالت تدفق المساعدات حتى هذه اللحظة الهلال الأحمر يقول بأنه استلم 1135 شاحنة منذ اليوم الأول للهدنة وحتى الآن أدخل أكثر من 233 شاحنة إلى المنطقة الشمالية ومدينة غزة محملة بالمساعدات الإغاثية وأيضا التنمونية والبطنيات والأغطية وحليب الأطفال والمياه الصالحة للشرب حتى هذه اللحظة زميلة لم يدخل الوقود إلى المنطقة الشمالية سوى شاحنة واحدة عبر وكالة الأنر وتم التنسيق لها إلى مخيم جباليا من أجل تشغيل مياه الأبار في هذا المخيم أيضا يحاول الهلال الأحمر الفلسطيني التنسيق لدخول 10 ألاف لتر من الوقود إلى المنطقة الشمالية لصالح سيارات الإسعاف في المشافي في المنطقة الشمالية ولكن حتى هذه اللحظة كل المحاولات لم تنجح من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتالي نحن الآن عملية تدفق المساعدات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة بشكل كبير وأيضا قبل قليل كما ذكرت الزميلة لانا كان هناك تسليم لرهينتين إسرائيليتين في وسط مدينة غزة سوف يكون هناك في الساعات القادمة أيضا تسليم لباقي الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر ربما يكون الدخولهم أو الإفراج عنهم من خلال معبر رفح من هنا نحن في حالة انتظار واستعداد لنقل الصورة بشكل مباشر للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المتبقيين الرهينتين تم دخولهم من قبل حتى هذه اللحظة هذه ليست معلومات مؤكدة يدخلوا من خلال معبر كارني أو معبر كارن أبو سالم وحتى هذه اللحظة الأوضاع على معبر رفح كما شهدنا المساعدات ما زالت تتدفق إلى قطاع غزة أيضا هناك اتصالات من قبل الوسيط المصري وأيضا القطري منذ الأيام الأولى للهدنة للعمل على تمديد هذه الهدنة لأيام إضافية الحديث حتى هذه اللحظة يمكن أن يكون هناك تمديد اليومين إضافيين خلال الساعات القادمة تتضح الصورة كما شهدنا أو كما رصدنا في أمس كان هناك تأخير في عملية الإعلان عن تمديد الهدنة اليوم واحد حتى وصلنا إلى ساعة الصفر قبل أن تصبح الساعة السابعة صباحا من هذا اليوم كان هناك إعلان عن تمديد الهدنة اليوم إضافي ربما في الساعة القادمة أو في ساعة الصباح اليوم غدا يكون هناك إعلان من قبل جميع الأطراف سواء الجانب الإسرائيلي أو حركة حماس هنا أو الوسيط القطري أو المصري يكون هناك إعلان من قبلهم عن تمديد الهدنة ليومين أو أكثر من ذلك حتى هذه اللحظة الأمور تسير بشكل انسيابي وسلس فيما يتعلق بالهدنة ما زالت متماسكة كما ذكرت المساعدات الإنسانية ما زالت تتضفق سيارات الوقت وغاز الطريق سنتابع مع كل جديد أحمد في حال وروده أول وأول بأول أول